السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطريقة التركية في قلي الدجاج نستخدم الحليب فيها ولماذا نستخدم الحليب الفكرة؟ شاهدي إلى آخر الفيديو لتتعرفي على الإجابة نأخذ الدجاج ونغليه معه كوب حليب وكوب ماء إلى يتشرب الحليب بكاملاً نستخدم الحليب من أجل تطرية الدجاج على غرار نفس فكرة الخلي أو الليمون عندما تستخدمه في تدبيل نتركه يغلى ونقلبه حتى يتشرب الحليب كاملاً ولكن السؤال هنا لماذا نستخدم الحليب؟ الفكرة تتمكن في أن الحليب يحتوي على حمض اللكتيك الذي يعمل على زعزعة استقرار البروتيني والكالسيومي يعمل على تكسير الطبيعي وبذلك نحصل على دجاج طري بطريقة حلوة نخرجه من الحليب ونحضر التغليفة كوب دقيقي كوب خبز مرحي التوابل ملح وأعشاب مجففة مثل الزعتر البري وإكليل الجبل على الرغبة الفلفل أسود الفلفل البابريكا الفلفل أحمر مجفف ونخلط كل التوابل مع بعض بيضتان نخلط معها نصف كوبيا شاي الحليب نخلطهم جيدا نبدأ التغليفة نغطس الدجاجة في خليط بيض ثم في خليط الدقيقي ثم نبدأ في القلي نكرر العملية مع كذا واحدة نسخن والزيت ونقلي الدجاج الدجاج طيب نقلي فقط من أجل أن يأخذ الدجاج لون بتحمير التغليفة إذا كنت تخافي من القلي والدهون يمكن بخ الدجاج بزيت وادخله الفرن من أجل أن يأخذ اللون تمر في القلي إلى أن يأخذ اللون نضعه على ورق منديل لمص الزيت يوجد لدينا فيديو يوضح طريقة القلي باستخدام البطاطس الشيبيس انظري صندوق الوصف أرجو أن تنال هذه الطريقة التركية أعجبكم إذا كنت تجدين صعوبة في استخدام الحليب يمكن استخدام الباني المخمرة وذلك بنقع الدجاج لمدة يوم كامل في لبن المخمر للحصول على نفس نتجية البكتيريا الموجودة في اللبن تساعد على تطرية اللبن ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر